ما تعانيه ناحية أبي صيدة من توترات عشائرية بعد الأحداث الأخيرة أسفر عن توقيع هدنة لمدة 15 يوما بين العشائر المتنازعة بعد حضور قائد قوات الرد السريع لقيادة شرطة ديالة والاتفاق على بقاء قوات الرد لحين إنهاء هذه النزاعات وعودة الحياة لعافيتها إن شاء الله عازمين كقيادة رد السريع وشرطة ديالة إن شاء الله نوصل مع هذه العشائر إلى النهايات العرفية الموجودة بين هذه العشائر إلى الوصول إلى نهاية هذا الخلاف يعني وجود الرد السريع هنا هو لدعم قيادة شرطة ديالة وحسب تقديرات قائد الشرطة أنه جد هو يحتاجه ونحن لدينا أي مشكلة أنه بالبقاء وهذا توجيه معا للسيد وزير الداخلية بالبقاء إلى نهاية هذا النزاع العشائر من جانبه أكد عضو مجلس النواب العراقي أيوب الربيع بأنه تم وضع عدة نقاط خلال الاجتماع مع شيوخ العشائر المتنازعة أبرزها الفصول للضحايا وتفعيل مذكرات القفض من قبل القوات الأمنية بحق المطلوبين تم الاتفاق على حلول مبدئية إن شاء الله وكذلك تم الاتفاق على حلول مع عشيرة شمر وإن شاء الله سوف يتم هذا الأمر بالصلح ويتم إن شاء الله بالخير ربارته ما زالت الناحية تعاني من توترات عشائرية بين فترة وأخرى لا سيما بأن هناك إراقة دماء وتهجير ويحاول الحاضرون إنهاء هذه النزاعات الذي أخذت الكثير من الناحية وخاصة شبابها ورجالها والأمان الذي بات مفقود من محافظة يالحسن شمري التغيير الفضائية ترجمة نانسي قنقر